لكن خلينا نروح إلى الدوحة حيث وصلت بعثة الأهلي فجرة اليوم إلى العاصمة القطرية والاستعداد لمباراة الجمعة مباراة هتبقى ساعة ستة مساءً بتوقيت القاهرة مع نهضة بركان الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى الدوحة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك أستاذ بريم من ينسي برحب بيك طبعاً برحب برشمان سعدلي وكل التحية لكم مريدنا دي الأهلي المرة اللي فاتت حطتنا في الصورة في بيروتوريا حطنا في الصورة في الدوحة بقى بالتأكيد طبعاً أستاذ إبراهيم أكيد بنتمانى توفيل النادي الأهلي في هذه المباراة وفي تحديداً في هذه البطولة الغيبة عنده لاب بطولات النادي الأهلي لسبع سنوات لكن يعني بالإصرار الكبير اللي شفناه وبالجدية الكبيرة في مباراة سان داوز إن شاء الله بإذن الله تستمر ويستمر التركيز مع فريق النادي الأهلي في هذه المباراة المنتظرة أيضاً من جمهور النادي الأهلي لحقيقة أستاذ إبراهيم بشمون سعادلي رحلة كانت شقة جداً يعني من جنوب أفريقيا سبع ساعات إلى أسوان ساعة رانزيت ثم ثلاث ساعات مباشرةً لوصول إلى مطار الدوحة لإجراءات الاحترازية طبعاً المشددة جداً هنا في قاطر يعني مجرد وصلنا إلى المطار الكل توجه إلى فندق الإقامة تم إجراء المسحة يعني نقدر نقول انتهينا من كل الأمور دي يعني في السادسة صباحاً بتوقيت الدوحة كانت صعبة شوية على لعبة النادي الأهلي لانت عارف طبعاً الرحلة بتكون صعبة وشقة جداً مع مباراة يعني بزل النادي الأهلي فيها مجهود كبير لكن بسلامة الله الحمد لله طمين على سلبية المسحة وده كان أمر مهم جداً الإجراءات الاحترازية كانت مشددة سواء في سان داونز أو فور وصلنا هنا إلى الدوحة فده كان أمر مهم طمين عليه من طبيب النادي الأهلي وأعلم من خلال المركز الإعلامي أيضاً كمان ومن خلال شاشة تقناة النادي الأهلي على سلبية المسحة متوجدين في فندو الأقامة ويمكن مش مانس عادل أنت عارف أو سيد زبراهيم أنت عارفين بالإجراءات الاحترازية ويمكن حضرته طبعاً المنديال كأس العالم الأندية وعارفين ما فيش خروج من الغرف بتحرك بس في الدورة الخاصة بالنسبة لك فالأمور صعبة شوية بالنسبة لنا لكن إحنا خلاص بعد سلبية المسحة يتم تغيير الفندو أنا عايز أبدأ معكم بهذا الأمر اللي إحنا متوجدين هنا 24 ساعة غداً هنغادر الفندو للدخول بقى في الفقاعة رسمياً أنت عارف الفقاعة هتبدأ 25 في إن شاء الله بإذن الله لعبتنا غداً في الوحيدة والنصف الزهر ستتوجه إلى الفندو الخاص بالفقاعة ومنها يستمر الاستعداد والتدريبات القوية لفريق النادي الأهلي لخوض هذه المبروة النهاردة كان أول تدريب لفريق النادي الأهلي أول تدريب كان على ملعب جامعة قطر ملعب رائعة ومميازة جداً الحقيقة وبنشيد بالمنشآت المميازة جداً هنا في قطر لكن أقول لك النهاردة التدريب ما كانش جور على تدريبها قوية تعرف طبعاً المجهود الكبير اللي بوزلوا الإجهاد اللي كان خلال الأيام الماضية لكن كان لابد يكون في تدريب خفيف النهاردة لبيتسو موسماني المدير الفني اللي بدأ التدريب بمحاضرة فنية مع الكابتن سيد عبد الحفيز أكد على همية المنبروة أكد أن جمهور النادي الأهلي منتظر بشكل كبير هذه البطولة الهمة جداً تدريب النهاردة ساعة أو ساعة وعشر دقائق كلها كانت أمور يستشفى لعبة النادي الأهلي كلها حاجات تدريبات طرفهية للخروج من التركيز الكبير والضغط اللي كان فيه النادي الأهلي على أن يكون غداً إن شاء الله بإذن الله التدريب في نفس الموعد ستة مساءً بتوقيت القاهرة سبع مساءً يكون تدريب فريق النادي الأهلي على ملعب جامعة قطر لكن غداً هكون بقى جرعة تدريبية كاملة هنشوف بكرة ببيتسو موسماني هيحضر إزاي لهذا الأمر الراجل متابع بشكل مستمر يمكن أقولنا أكثر من مرة يوشا ومسيح محللين الأداء اللي طبعاً المتوجدين فيها الجهاز الفني لنادي الأهلي بيتابعوا بشكل كبير جداً كل المباراة الخاصة بين نهودة البركان وبيعرضوها على الجهاز الفني على أن يقف طبعاً الجهاز الفني بالكامل على كل نقاط القوة وصغرات وكل الأمور والتاكتك كمان اللي هيقدر بيتسو موسماني إن شاء الله بإدارته الفنية المميزة اللي شفناها في سانداونز إن شاء الله بإذن الله تكون إدارته الفنية من خارج الخطوط أكثر من رائعة لهدية المباراة الهمة جداً نهودة البركان عنده عناصر مميزة جداً وعنده مدير فني مميز جداً لكن إن شاء الله بإذن الله بنقول في كل مرة المباراة دي بتخلص بالروح وتخلص بشخصية النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي الحقيقة الفترة اللي فاتت حضرة بشكل كبير جداً والعبة النادي الأهلي بتبزل كل ما تبزل من قوة في هدية المباراة وفيها ديها البطولات الحقيقة خلال الأيام الماضية أيضاً كمان حابين نتكلم طبعاً بشكل عام طبعاً على الجو هنا الجو صعب جداً هنا يا سيد إبراهيم مش مونس عادية احنا جايين من درجة حرارة كانت منخفضة بشكل كبير جداً سبعة وستة وممكن تصل صباحاً إلى خمستاشر وستاشر جينا هنا بقى الأمر مختلف شوية يعني صباحاً لدرجة الحرارة تلاتة واربعين واربع واربعين مع رطوبة تمانين في المية كمان يعني بالليل أو موعد المباراة تكون درجة الحرارة تصل إلى خمسة وثلاثين لسبعة وثلاثين فإن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام وتوجدنا بفترة كافية في قطر إن شاء الله اللعبة تتعود على الجو أرضية الملعب من درش نتكلم عليها طبعاً على ملعب جاسم بن حمد طبعاً لا يستقبل المباراة ملعب أكثر من رائع مجهز بشكل كبير ممكن من أحد الملعب المكافأة في العالم ممكن ده أمر كان مهم جداً لنحن حابين نوضحه ملعب ما فيش مشكلة عليه لكن هي الجو بس إن شاء الله بنتمنى لعبتنا تتأقلم بشكل كبير على الأجواء ومنها إن شاء الله بإذن الله نكون في قمة تركيزنا في مباراة يوم والجمعة إن شاء الله اللي بنتمنيها تكون من نصيب النادي الأهلي ونعود من قطر بإذن الله إن شاء الله زي ما رجعنا من صان داونز بطاقة ألت أهل إن شاء الله نعود من قطر رفعين كأس السوبر ليكون في دولار بطالة النادي الأهلي طيب بص رائع جداً لأنت قلت ده والحقيقة هعلق بعد مرة واحدة لكن عايز أسألك سؤالين أنت بتقول هتغير الفندق هل الفندق اللي أنتو نازلين فيه ده اللي كنا فيه قبل كده ولا أنتو راحين للفندق اللي كنا فيه قبل كده الاتنين مش اللي كنا فيه اه يعني إحنا مش هنرجع على نفس الفندق اللي كنا فيه اه طيب تاني تاني حاجة بالنسبة للإصابات أو الناقيين اللي كان آآ ميستر آآ بيتس المسلماني واخدهم معاه آآ ويعني عالي معلول تحديداً موقفه ايه يعني هبدأ معك بشمان سعدلي بالسؤال الأول لا احنا راحين الفندق اللي كنتو متوجدين فيه في المنديال يمكن احنا متوجدين في الفندق ده طبعا ده فندق بسيط جداً تعارف الإجراءات الاحترازية هنا مشددة بشكل كبير لكن المسحة كانت مهمة جداً نكون متوجدين في الفندق على أن ندخل الفقاعة يوم خمسة وعشرين ده بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للإصابات يعني قدر أقول لك الجهزية الكاملة لكل اللي عبت إن النادي الأهلي علي معلول جاهز بشكل مميز جداً في التدريبات النهاردة مقدرش أقول لك بشمان سعدلي لأن التدريب كان قوي أو كان فيكه جرعات تدريبية أو تاكتيج أو شوتينج أو كرصات على المرمى عشان نشوف علي بقوته الكبيرة ودخل في فورمة الفورمة البدنية الكبيرة المعروفة عن علي لكن غداً تدريب رئيسي وتدريب قوي الفريق النادي الأهلي هيباني الجهازية الكبيرة لكن الكل جاهز يعني أكرم توفيق سعد سمير حمدي فتحي كل اللعيبة اللي كانت بتعاني الفترة اللي فاتت وكان بيقوم بتعيلها الجهاز الطب اللي بازل موجود كبير جداً مع كل اللاعبين متوجدين في التدريبات ويكونوا متوجدين بشكل كامل علي معلول يعني يتدفع به من عدم أكيد رؤية فنية لكن بدنياً علي معلول الواصل المراحل كبيرة جداً أخذ أكثر من تدريب فيه جزء بسيط طبعاً وجزء تدريجي من التدريبات لكن بأكد لك بشمانس عادلي إن شاء الله بإذن الله منتظرين بس نشوف علي غداً فيه الترنات والكروسات والأمور الخاصة فيه اللي يمكن بيبقى فيها موجود شوية أو فيها احتكاكات بشكل كبير عشان نقدر نقيم الحالة بالكامل لسه معنا أكثر من يوم حتى موعد المباراة علي يكون متواجد إن شاء الله على دكة البودلاء أو يكون متواجد في التشكيل الأساسي لكن من الواضح إن فيه تأني وبدون فيه تأني كبير جداً على علي الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت لكن بطمنا كبشمانس عادلي وبطمنا أستاذ برين منيزي كل لعبة النادي الألي الحمد لله المتواجدة في معسكر فريق النادي الألي هنا في الدوحة الجهزة لها هذه المباراة كريم استاد جاسم بن حمد الساعة القصوى ليه زي ما عرفت 15 ألف والاتحاد الأفريقي سمح بتلاتين في المية فقط من الجمهور الوصول طبعاً ما كانش الجالية الجالية الأهلوية والربطة مشجع الأهل في الدوحة ما كانش مسموح لهم دلوقتي بالتواجد لأنه فيه إجراءات احترازية مشددة هل مسموح لهم ييجوا حوالينه الفندق ولا ملعب التدريب ولا لا لا يمكن الإجراءات هنا صعبة جداً وقوية جداً يا أستاذ إبراهيم يعني ممنوع أي حد يكون متواجد مع فريق النادي الأهل سواء من خارج الأسوار الخاصة بالتدريب أو يكونوا حتى بيتابعوا التدريب تذاكر طبعاً هيتم ترحاها خلال الـ 8 ساعة القادمة إن شاء الله بإذن الله نصيب النادي الأهل وجمهوره والجالية المصرية يعني من 2000 لمقعد لـ 20.5 تذكرة هتكون من نصيب النادي الأهل وبأكد لك طبعاً لو فيه أكتر من كده أنت عارف حب الكبير هنا والتشوق الكبير من الجالية المصرية وتحديداً جمهور النادي الأهل أنه هو يشاهد لعيبة النادي الأهل على ملعب جاسم بن حمد وتحديداً كمان في مباراة السوبر أفريقي فإن شاء الله بإذن الله يتزين استاذ جاسم بن حمد بجمهور النادي الأهل لكن خلاص تم حسم هذا الأمر هيكون النص في نهادة البركان لسه مش عارفين طبعاً هيكون في عدد كبير من الجمهور متواجد له أو لا لكن الأجراء هنا مهم جداً كل الجمهور اللي يكون متواجد فيه استاذ جاسم بن حمد هيكون تم تطعيم طبعاً به الفيروس خاص طبعاً هنا وأيضاً كمان هيكون التست مهم جداً له ده 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 صفحات اللي خاصة هنا طبعاً واللي خارجة طبعاً من الاتحاد القطري بالتنسيم على الاتحاد الأفريقي أي حد يكون متواجد من الجمهور لابد يكون عامل مسحة وأيضاً كمان هيكون متطعم طبعاً تعرف هنا اغلبية الجالية المصرية كلها والشعب بالكامل هنا مطاعمين ضد فيروس كورونا لكن ان شاء الله بإذن الله جمهورنا عندنا صيقة كبيرة جدا فيه سند الكبير لعيبة النادي الأهلي والدعم الأول والأخير مهما كان قلة العدد متواجد فيه المدرجات لكن زي ما بنقول يعني الواحد بمية من جمهور النادي الأهلي فان شاء الله بإذن الله يكونوا لهم دور كبير جدا في هذه المباراة المؤذرة مهمة جدا والمصندة مهمة جدا وده اللي احنا بنعت rehearsal من جمهور النادي الأهلي في مباراة يوم والجمع أستاذ إبراهيم باش مو نسعد للقائل هل المسحة دي هي المسحة الأخيرة ولا لسه في مسحة تانية للمباراة يا كريم لا منتظرين لسه في مسحة تانية يا أستاذ إبراهيم يعني المسحة دي طبعا الخاصة بيدخلنا إلى الفقاعة زي ما أكدت حالك قلت لك يوم 25 على أن يتحدد بقى تحديد المسحة القادمة إن شاء الله قبل المباراة بـ 48 ساعة كالعادة وهي مسحة الخاف ولسه كمان هيكون في مسحة تالت عدد مسحات كبيرة يعني ربنا يكون فقاون البعثة بالكامل وتحديدا في العابة للنادي الآلي من جنوب أفريقيا إلى هنا مسحات عديدة جدا لكن إن شاء الله بإذن الله في كل مسحة بإذن الله كون السلبية للبعثة بالكامل وتحديدا للعابة للنادي الآلي مش عايزين أي حاجة باتعكر صف الجهد الكبير اللي بيوبزن من مجلس الإدارة ومن اللاعبين ومن الجهاز الفني وإن شاء الله ربنا نكمل على خير يوم الجمعة ونرفع الكأس هنا من قطرة ونعوب بإن شاء الله إلى القاهرة أخيرا بعثة نادة بركان وصلت ولا لسه؟ يعني خلاص قدر أقولك طبعا كان في بعض الصور خاصة بين بتحركهم من المغرب وصلوا من أورده يكون زينا وصلنا طبعا متأخر واحدة وربع مسائل كنا متواجدين ممكن يوصلوا في هذا التوقيت أيضا كمان يكونوا متواجدين في فندو يتم عمل مسحة اليوم نفس الأمور اللي حصلت مع فريق النادي الآلي على أن يتواجدوا في الفقاعة مع فريق النادي الآلي إحنا الاثنين أو النادي الآلي ونادي نهاتة بركان يكونوا في فندو واحد ودي الإجراءات هنا طبعا المتابعة بالنسبة لها المبرات الكبيرة وأيضا كمان الخاصة بها الكاف لكن بقولك إن شاء الله يا سيد أبراهيم بشمان سعد لي واحدة مسائل بتوقيت الضوحة أو اثنين مسائل بتوقيت الضوحة إن شاء الله يكون موجود نهاتة البركان على أن ما بلهم بقى يعني زميل كريم أحمد موفد قناة الأهل